ترتبط مصر وبلجيكا بعلقات صداقة قوية ومتميزة اكتسبت أهميتها من عبقرية مكان كلا البلدين على الخريطة العالمية هذا وتشهد المباحثة دائما بين مصر وبلجيكا سبول تسوية عدد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة لتطورات القضية الفلسطينية علاقات متميزة تجمع مصر وبلجيكا تكتسب أهميتها انطلاقا من عبقرية المكان لكلا البلدين فمصر هي قلب العالم العربي وإحدى عواصم القرار في الشرق الأوسط وأيضا البوابة الرئيسية إلى أفريقيا أما بلجيكا فتعد مركز الاتحاد الأوروبي كما تعد بروكسيل عاصمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي لكثرة مقاري الاتحاد بها علاقات ثنائية قوية ومتنوعة في شتى المجالات واحتفلت مصر وبلجيكا في عام 2005 بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية بينهما في سبتمبر عام 2019 كان لقاء الرئيس سيسي مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل في نيويورك على هامش اجتماع الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة الرئيس سيسي حرص أيضا على تهنئة ميشيل على انتخابه رئيسا للمجلس الأوروبي اعتبارا من الثاني من ديسمبر من عام 2019 المحادثات المستمرة بين القيادة المصرية والمسؤولين في بلجيكا تتطرق دائما إلى ملفات العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيز أواصرها كما تشمل أيضا جهود مكافحة الإرهاب في ضوء رؤية مصر بأهمية تضافر الجهود لوقف أي تمويل أو دعم سياسي للإرهاب القاهرة وبروكسيل دائما ما تبحثان سبل تسوية الأزمات القائمة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وكذا تطورات القضية الفلسطينية في ظل التأكيد الدائم من الرئيس السيسي بالالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودعم مصر لمختلف الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفي هذا الصدد تعد بروكسيل من العواصم الأوروبية الداعمة للتوصل لحل سياسي للقضية الفلسطينية وكافة قضايا المنطقة